جديد جامعة قصد مربح بورقلة هذا العام هو فتح تخصص في الطب يعد مكسبا لطلبة الجنوب من شأنه ترقية الخدمات الصحية مستقبلا وكان رئيس الجمهورية أعلن لدى افتتاحه السنة الجامعية في الأغواط عام 2011 عن فتح كليات للطب في جامعات الجنوب هذا القرار الشستده هو وزير التعليم العادي والبحث العلمي في فتح كليات الطب في جامعة ورقلة حيث تم تسجيل 171 طالب في هذا التخصص وانطلقت الدراسة يوم 7 سبتمبر بالنسبة لتحضير هذه المرفق أولا هو إعادة تأهيله وإنشاء حوالي 11 مخبر بالنسبة لكليات الطب كذلك قاعات للدراسة ومدرجات كذلك بالنسبة لقاع المرئيات بالنسبة لتكثيف اللغات وكذلك بالسمعي البصري وماذا عن مدة التكوين في جامعة قصد مرباح؟ التكوين سيكون على مستوى جامعة قصد مرباح لخلال سبع سنوات أي في سنة 2021 سيتخرج أول طالب من جامعة ورقلة في تخصص العلوم التبية جامعة قصد مرباح مؤهلة لتكوين طبيب عام خلال سبع سنوات كذلك بالإضافة أنه بالنسبة للمستشفيات موجودة بمدينة ورقلة أصبح مستشفيات جامعية التخصص في التب بالجنوب كان حلما بالنسبة للطلبة المتفوقين والآن صار واقعا نعيش واقعا كنا نتمناه حين كنا ننتقل من مدن الجنوب إلى مدن الشمال لندرس اليوم الحلم يتحقق وهو شيء ما كنا نتصوره لو لا المجهودات التي تقوم بها قامت بها مؤسسات كثيرة وقامت بها أناس كثيرون لذلك أقول أن طلب الذين يرون بأن هذا الإختصاص في ورقلة أو في أي مدينة من المدن الجنوب يستنقصون منه ويرون أنهم لو كانوا يدرسون في جامعة كبيرة لكان أفضل أعتقد أنه وجودهم بالذات في جامعة ورقلة التي أفضل الجامعات على المستوى الوطن إلى سنوات سابقة كان طلبة الجنوب المتفوقين يقطعون المسافات الطوال طلبا للدراسة في الطب بينما كان متعذر على كثير من الطالبات أما الآن فصارت تخصص على مرمى حجر من منازلهم والحصول على الشهادة سيكون بعد سبع سنوات من الآن